سنوات حاولتوا تسالحوا مخلطوا حتى شيء يجي الان رئيس الجمهورية يحلمش على القضاء يقول حانا وقت الاصلاح هذا القضاء فاسد وفي هذا الخطر الجيثم والدهم على الدولة ويجب عليا ان ينحلمش على القضاء لسنوات حاولنا الاصلاح صحيح ما نعملنا حتى شيء لا عملنا برشا حاجات شنو؟ عملنا دستور عملنا باب سلطة قضائية مفخرة لكل التونسيين ولكل القضاء مفخرة في الداخل وفي الخارج عملنا مجلس أعلى للقضاء اقتعنا به الحبل السري اللي كان يربط القضاء بالسلطة التنفيذية مجلس أعلى القضاء منتخب في الغالي بيته ثلثين متاعه قضاء وثلث من خارج القضاء منتخبين من القطاعات اللي يجيوا منهم عملنا قانون محكمة المحاسبات تبقى المعايير الدولية المسيرة كانت تسير قولي تسير ببطء نقولك كانت تسير ببطء لكن الاصلاحات اللي ما تمتش سيلياس ما تمتش الخطر القضاء قد القضاء مش هما اللي يشرعوا القضاء مش مش مشرعين اللي يشرع كان مجلس النواب القضاء يقدموا في مقترحات متاع القوانين ولكن السلطة التنفيذية والحكومة هي اللي عندها المبادرة التشريعية ونحن كنا شاركنا في عديد اللي جان لقيام بالاصلاحات الكبرى في القضاء ولكن دائما كنا نجد حجر العصر لك تحميل الوزر هذي يا سيلياس للقضاء راهو معناها مش صحيح برشي يعني يزم فيه تنسيب مش دقيق وفيه تنسيب بيه ايجا نسيب لكن انت تعرف اللي يا سيدي هالي منيش مش نمشي للي وقع التونسي اليومي وقعه في المحاكم وقعه مع المحامين وقعه مع القضايا مع المصار القضائي مع قصر العدالة مش مش غادي خليمشي للاغتيالات السياسية اليوم رئيس الجمهورية مو حق كيف يخرج للتونسي يقول انا عندي قضايا منشورة عندها تسعة سنين ولا يابدت فيها القضاء عنده الحق يا سيلياس كان من المفروض انه قضايا اتهم التونسي والتونسي ضربتهم في الصميم كان القضاء التونسي غير قادر انه يحله هذي ش عملنا فيه ما ليه ما ليه هراو هذا فيه صميم انتظارات التونسي من مرفق العدالة ما صارش سياسي الناس انا معاك في هذا واحنا جمعية قضايا تونسيين في قضية الشهدين اللي بالمناسبة نترحموا عليهم نترحموا على كل شهداء الوطن وترحموا على كل شهداء الوطن وفي مقدمتهم الشهدين شكري بالعيد والحاج محمد البرهمي كنا من اكثر المطالبين بانه هالقضايا هذية يتم النظر فيها بكامل الدقة ويتم فيها كشف الحقيقة للتونسيات والتونسيين بادق ادق تفاصيلها والقضايا هذو مرم منشورين في القضاء ومزال متبتش فيهم ولكن احنا يلزمنا نعرفه شنية الاسباب اللي خلق القضايا هذية ما يتمش البت فيه القضايا هذية مشيت في مسار متع تحقيق ثم مشيت للدائرة الاتهام ثم مشيت للتعقيب ثم رجعت للدائرة الاتهام ثم مشيت للتعقيب ثم رجعت للدائرة الاتهام وتفكك الملف وثم محاكمات قاعدة تصير في المتهمين والتأخير اللي قاعدة تخأخر في القضايا هذية هو استجابة لطلبات متع لسان الدفاع كسوسوعة متع المتهمين اللي فهم جزء موقوف وجزء بحالة فرار وفيه تزدد لطلبات لسان الدفاع متع القائمين أنا ما أعتقدش أنه رئيس الجمهورية يبني موقفه بالاطلاع على الملفات وعلى شكول المتسبب فيها وأنه يبني موقفه على جهة معينة ويتخذ هذا الموقف في حل المجلس الأعلى القضاء هذا يراه فيه مبالغة كبيرة كبيرة ثم أنه هل أنه حل المجلس الأعلى القضاء هو اللي بيش يحل المشكلة هو اللي بيش يخلي قضية شكري بالعيدة الله يرحمه تتحل الغدوة ولا بعد غدوة ثم جانب سياسي في هذه القضايا ثم ناس قاعدت تدعو وجمعية قضاء التونسيين دعينا زادة كيف كيف لأنه مش المحاكمة صلتش كان على المتهمين اللي فيها مشكون مات تعرفوا لنتمه اللي فيها المتهمين الرئيسيين فيها مشكون توفق ناس المشكلة مش جرائي مش جرائي مشكل فيها ناس المشكلة هو أنه الدولة التونسية كانت غير قادرة على أنها تمشي تلوج لمن خطط ومن مولا وقاعدت تلوج كان في من أجرم في من أطلق النقل هذا الشي يعني؟ هذا يعني أن قوة سياسية ولوبيات ولا قوة نفذة وأحزاب وغيره كانت قادرة وشخصيات من الدولة كانت قادرة أنها تضغط على ما صار قضائي واللي هنا رئيس الجمهوريش يقول أو سيبستانس يقول القضاء هذي هو منبع المشاكل للدولة من نجمش أنا يقول لك نمشي لأي إصلاح إذا كان غدوة كي نبعث حد متهم عندي شك أنه يخرج متهمة هذيك بفعل الضغط ولذلك رئيس الجمهورية بالنسبة لي مجلس أعلى للقضاء متسمي بالضغط متسمي بالمفاهمات متسمي باللوبيات الانتخاب كان انتخاب تحت الطاولة فما مفاهمات أنه يصير أعطيني متاعي ونعطيك متاعك وكذا رئيس الجمهورية يقول لك عندي مشكل رئيس الجمهورية يقول لك عندي مشكل وأنا طيب بش ناخذ بزمام الأمور وبش نوالي نعين أنا حط مجلس أعلى القضاء تحتي نتصرف فيه أنا كي بنحب نرأسه أنا حط فيه وزيرة العدل ونعين فيه القضاء اللي نحب القضاء اللي نحب وناخذ الأحكام اللي نحب هذي هو الأسلاح سليسة هذا هو الأسلاح نفترضه إحنا نحن عمرنا ما قلنا أنه القضاء ما فيهوش مشاكل وعمرنا ما قلنا أنه عمل للمجلس الأعلى القضاء سليم من كل العيوب بل أحنا والهناس يليس معاك أنت وجهنا أقصى درجات النقد للمجلس وجهنا لأقصى درجات النقد للحركة القضائية ونعطنا حتى جانب منه وأعضاء منه بالفساد وسمينهم بالإسم وسمينا حتى القضايا اللي الدخل يمنع لش تمسك بيه لا 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 نحن نتمسك بالمؤسسات المشكل في الأشخاص وقلنا إحنا إصلاح المؤسسات من الدخل والإصلاح بالمؤسسات واليوم الإصلاح من الدخل بيد رئيس الجمهورية لأنه مستمش إصلاح في الأشخاص من غير تفاقدية وزارة العدل وتفاقدية وزارة العدل عند وزير وعند رئيس عند وزارة العدل ورئيس الجمهورية هو تحت وزارة العدل وتحت تفاقدية إذا كان التوجه متع رئيس الجمهورية نحو الإصلاح عليش ما يوصلحش بالأجهزة اللي هي هي تحت فيها جانب أمني في الحاكم التحقيق وقت يخدم القضايا هذه يخدمها مع الفرق المختصة مع وزارة الداخلية هل أن وزارة الداخلية هي ظالع وانت كنت تتحكي سليس وأعتقد أنه فما جانب كبير من الصحة في كلامك أنه فما كانت فما ناس نافذين فما الناس اللي كانت تحكم اللي تحتها مؤسسات الدولة تحاول تضغط على هذه القضايا على مسارات القضايا مساراتها ليش كان مسارات القضايا مسارات أمنية وزارة الداخلية اللي سيد رئيس الجمهور يتوجه من داخلها في أعقاب الليل للقضايا ويقولوا لني حالية المجلس متاعك عند هالملفات وهو تومن المفروض إذا كان حل المجلس الأعلى قضايا يكمل يحل وزارة الداخلية خاطر ما ينجمش يكون القضايا هو مورد في الملفات هذه والداخلية ما هيش مورد اللي هي تخدم مع القضايا هاتي حل زادة وزارة الداخلية ولكن هناك برنامج واضح تويك أنه هناك برنامج للسيطرة على القضايا تعويض القضايا اللي موجودين تويكا في دوائر الحكم والرئيس الجمهورية يتحدث حتى على أحكام وعلى وكيل الجمهورية يوقف ولا ما يوقفش ويتحدث على استدعاف بلس سمامة بواسطة عدل تنفيذ معناها في مخالفة لما أبسط المعطيات اللي في مجالة الإجراءات الجزائية واضح أنه تويكا بالخطوة اللي أقدم عليها مهوش ناوي يصلح القضاء لأنه أحنا دعاة أصلاح القضاء وقلنا ملف القضاء هذية لازم يفتح فيه حوار وطني شامل يشاركوا فيه كل الناس بصيفة تشاركية ونمشيوا فيه للعمق وإصلاح في الهياكل وإصلاح في المؤسسات وإصلاح في البنية التحتية وين البنية التحتية؟ شو ما يتحدثش عليها سيد رئيس الجمهورية أو عدى قانون المالية شنوه الإصلاح اللي عملوا من خلال قانون المالية ونعرفوا إحنا قانون المالية أحد بوا بيت الإصلاح التفقدين اللي هي تحتكم على الملفات شبهة تفقدين متخدمش الملفات؟ سيد رئيس الجمهورية يتحدث على قضاء عندهم المليارات أحنا عنا قانون متاع بكاسب المشروعة شبهة ما يفعلش هذين؟ لاي ما نصر حميدي فما قضاءت هذين؟ فما القضاءت؟ ما قولوش لاي مش موجود؟ فما فما هما قلة قلة موجودين ولكنهم قلة ومليارات المليارات عندهم الحق يتحاسبوا أحنا عمرنا ما نغطيوا عليهم الفئة هذية يعقل أنه موظف دولة موظف دولة يكون عنده مليارات مليارات وقاضي لا يعقل أما إذا كان يتجد يتحاسب بالقانون وأحنا دعينا إلى محاسبة كبار القضاءت تعرف رئيس الأول محكمة التعقيب وما أدراك وكيل جمهورية تونس دعينا إلى محاسبتهم وإخضاعهم للمحاسبة بدون أي تميينز يوقع عندهم مصار قضاء يوقع عندهم مصار وخذاء وطريقهم أحنا كنا نرجع للنظام اللي يدعونه رئيس الجمهورية القبار القضاءت تضمهم يتمسوش والقضاءت اللي بيش يعينهم رئيس الجمهورية في المجلس المزعوم طويكة المجلس الانتقالي ما هو مش بيش يتحاسب ومش وأنا ملاقص تبعد أنهم يكونوا من بين القضاءت اللي تحدثت عليهم أنت لأنه طويكة قاعدين نشاهدوا في قضاءت اللي يصفقوا لرئيس الجمهورية من ناس اللي تاريخهم معروف قضاءت التجمع قضاءت الكاشكول الأحمر والكاشكول البنفسجي طويقاعدين يسوقوا للبرنامج متاع رئيس الجمهورية قضاءت اللي معناها الناس الكل تعرفهم من غير ما نسمي الأسماء ما يخرجوا في الإعلام وعملوا وقفة احتجاجية بزيهم القضاء قدام مجلس الأعلى القضاء هذو ما طويقاعدين يستجديوا في رئيس الجمهورية أنا تحت الطلب كما كانوا قبل في وقت بن علي تحت الطلب مش هذا الأصلاح سلياس أحنا نحبوا الإصلاح لدوم والإصلاح مش في حلين المجلس الأعلى القضاء تقول لي نحلوا ورئيس المجلس الأعلى القضاء قال أحنا عنا إشكاليات ومستعدين نمدوا إيدينا للإصلاح لكن الإصلاح عنده توقيت عنده آليات يكون بصفة تشاركية وما يكونش بغاية تطويع القضاء مجدداً لسلطة التنفيذية أحنا نحاسبه في المجلس الأعلى القضاء على مدة متاع خمسة سنوات ونعاود ونرجعوا بالقضاء لمدة ستين سنين ستين سنين القضاء متاع ستين سنين حسن فيها الشعب التونسي ثار عليه الشعب التونسي ثار على القضاء التابع على القضاء الخانع واليوم نسمى حتى عميد المحامين معناها يدعو إلى أنه رئيس الجمهورية ترأس مجلس أعلى قضاء ووزارة العدل تترأس معناها تكون موجودة في المجلس ويعطيكم مثال مش صحيح في معطيات رأي خالج عن الموضوع أنا حقيقة استغربت برشا من تصريحات السيد العميد وأتسائل إن كانت هذه التصريحات تمثل المحامات التونسية وإلى لي واليوم الموعد مع السيد الأنس الأحمد رئيس جمعية القضاء سيا أنس بيانكم الحقيقة شديد اللهجة دابور أنتوما تقولوا في البيان أنه تعتبروا فم تحريض غير مسبوك على القضاء بتهديدهم بالسواريخ التي ستضريبهم في صميمي صميمهم في دعوة مباشرة لاستباحة القضاء يظهر لك كمامت معناها تبالغوا شوية رئيس الجمهورية نسب معناها قال ونزه القضاء القضاء الشرفة معناها الحقيقة مش فهم شوية مغالية هنا وقت اللي تعتبر أنه يتم استهداف مباشر للقضاء وقت يبدأ ثم مغالية الوقت نبدو أحنا جبنا عبارات من عنا سليس أحنا خذينا بالحرف وبالكلمة العبارات لصادر على رئيس الجمهورية اللي نذكر التونسيات وتونسيين أني راهي صدرت في فجر ليلة يوم ستة فيفري من مقر وزارة الداخلية سواريخ وسنضربهم في صميم صميمهم والدعوة أنه الشعب يحل المجلس الأعلى القضاء ليلة معناها الموعد اللي ثم صفحات وثم معناها منظمات مشبوهة بين ظفرين معناها تدعو إلى التجمهر والتظاهر قدام مجلس أعلى القضاء اليوم سليس يقفوا فيه المتهمون قفص الأتهام في قفص الأتهام بعض القضاء وفما قضاء مكانهم قفص الأتهام هو يقول مكانهم قفص الأتهام القضاء يكون مكانهم السجن وقت تثبت عليهم أفعال وتثبت عليهم جرائم ويتقدموا للمحاكمة وإلا يتقدموا لمجلس التأديب ويتخذ فيهم مجلس التأديب الإجراءات مع ضمانات المحاكمة العادلة هذه التصريحات اللي كي تصدر على أعلى رأس الدولة على رئيس الجمهورية هذي كيفش يفهمها المواطن البسيط يفهمها على أنه كل القضاء مكانهم قفص الأتهام يفهمها على أنه كل القضاء عندهم المليارات يفهمها على أنه كل القضاء فيسدين ويحكي على تطهير القضاء والقضاء فيه وفيه هذيك المواطن العادي يفهموا على أنه كل القضاء فيسدين اليوم رئيس المجلس الأعلى القضاء جيتوا تهديدات رسمية باستهدافهم عدد من القضاءات الآخرين عندهم تهديدات باستهدافهم هذه جراء شنوه هذا يا سليس وقت رئيس الجمهورية يتوجه لسلطة كاملة ولأعضاء سلطة كاملة تويزيه وظيفة مش سلطة عنده هو احنا بالنسبة لنا وهذا نقولها نعت القضاء بالسلك ونعت القضاء بالوظيفة هو سبة في حق القضاءات هو سبة في حق القضاءات ونحن لا نقبل مطلقا انه نكون سلك او نكون وظيف احنا سلطة بنص الدستور اللي اقسم عليه رئيس الجمهورية يوم تم تنصيبه في مجلس نواب الشعب حطيديه على المصحف واقسمه على احترام الدستور الدستور سيد الرئيس الجمهورية دي ما يرجع للدسة اقرأ الفصل 102 منه سليس القضاء سلطة حامية للقانون وتنفذ القانون وتضمن علوية الدستور الرئيس يقولك انا في صلب القسام ممتاعي وقت اللي يكون عندي ونخذر الى تهديد للدولة وكيان الدولة نتحرك والقسام ممتاعي جسد ما يحمل عليها ان نتحرك وننفذ احكام الدستور وابريتو 80 موجود داخل الدستور ما جابوش من دستور اخر سليس انا طوال مش مش ندخل في الدباع لا مش انت البليغ البليغ واضح البليغ اش يقول يعتبر انا ما اعلان عنه رئيس الجمهورية هو انكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري دونك فلا احكيتو عليه وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكل تراجع عن خطيران غير مسبوك عن المكتسبات الدستورية وسعي لاخضاء القضاءات للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيها الرئيس الجمهورية بيده كل السلطات وهو كذلك نحن نعني جيدا ما نقول رئيس الجمهورية نهاية 25 جوليا ما قالش الخطر الديهم هو القضاء في الامر 117 في سبتمبر 2021 ما قالش راو السلطة القضائية ترجع لي خلى السلطة القضائية موجود باب السلطة القضائية مزل نافذ باب السلطة القضائية يقول قضاء سلطة باب السلطة القضائية يقول القضاءات مستقلون لا سلطان عليهم إلا لضمائرهم والقانون باب السلطة القضائية يرسي مؤسسة تمثل السلطة القضائية اسمها المجلس الأعلى القضاءة وينص على تركيبتها باب السلطة القضائية اللي في الدستور يقول المجلس الأعلى القضاءة يضمن حسن سير القضاءة واحترام استقليله رئيس الجمهورية ما يقولش عنه رئيس الجمهورية وقت اللي يقدم يقدم مشروع صلح جزائي مش سعلا القضاء يجي ضده يقول هذي عدالة هذي عدالة موازية دونك رئيس الجمهورية زينا يقول كان اخويا عندي عمل مهم وتاريخي نحب نقوم به للدولة التونسية ومن المفروض فما تناغم ما بين المؤسسات التناغم شنو يعني التناغم التناغم انك انت تقرر وانا نمشي معاك التناغم رئيس الجمهورية لماذا قانون الصلح عرضه هو على استشارة المجلس الاعلى القضاء مع التذكير انه احنا طويقا نعيشه في نظام لا فيه رقابة على اعمال السلطة لا من المحكمة المحكمة الدستورية اللي هي مش موجودة لا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اللي ألغاها الرئيس لا من القضاء الاداري اللي الامر 117 حصن جميع اعمال السلطة من الطعن فيه شنو اليقعد الضمان لا من مجلس نواب من خلال التداول في ليجانه وفي جلسته العامة في القوانين هناك معناها تفاعل ومخترحات شنو اليقعد Card القضاء القضاء ومجلس الاعلى القضاء من واجبه انه مش يصادق الاعمال اللي يقوم بها رئيس الجمهورية من واجبه انه يعطي رأيه المبنية على القانون وعلى الدستور وعلى حماية السلطة القضائية من اي تدخل والمجلس الاعلى القضاء اعطاه رأيه الاستشاري ومش اول مرة رأي المجلس الاعلى قضاء يعطي رأي استشاري مخالف للسلطة حتى في الوقت معناها كانت موجودة حكومة وكان موجود مجلس نواب كان يعرض معناها المسائل متعلقة بالقضاء تعرض على المجلس لكن ظاضح الآن أنه رئيس الجمهورية لا يريد من يقول له لا يلزم الناس الكلها تكون طوع أمره ويريد طويق المجلس الجديد اللي ناوي يعمله يكون في هذا الاتجاه وذلك عليه شيء نحي في المجلس وهذا يرى خطر خطر كبير سليس خطر على التونسيين في حرياتهم في حقوقهم اليوم بيش يرجع القاضي يحكم بالتليفون من القصر القاضي اليوم اللي بيش يحب يرجحونا سيقايس سعيد رئيس الجمهورية يحب يرجع يحكم بالتليفون من وزارة الداخلية وبتليفون من قصر قرتاش هذي اقتعنا معاه اليوم فما خطر كبير اليوم اختر حتى على الصحفيين اختر على حرية التعبير على حرية الاجتماع والتنظم اختر على كل البناء الدستوري كل البناء الديمقراطي اللي موجود هذيك عليش احنا البيان اللي تراه انت سليس قوي هذي بيان تحمل مسئولية واحنا محبينيه ماناش في مواجهة مع رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية منذ مدة وفي كل اللقاءات الرسمية في المجالس الوزارية مع رئيس الحكومة مع رئيس وزيرة العدل وحتى كي يتلاقى مع بعض الشخصيات ومع وزيرة داخلية يتحدث على القضاء واحنا خيرنا انه ما ندخلوش في سجال مع رئيس الجمهورية وقلنا انه لابد انه المسألة سيكون فيها تشارك وسيكون فيها استشارة ولكن هذي كل محصلش للي وصلنا الى الخطوط الحمراء اللي هي المساس بالبناء والأسس متاع الدولة لانه سيسيليس راول السلطة القضائية راهي جزء من معناها عماد أساسي في البناء الدولة فوش كان السلطة هي السلطة التنفيذية لكن في رأي رئيس الجمهورية انه الدولة هي السلطة التنفيذية والدولة هي رئيس الجمهورية احنا رانا ما نشبش نقبله بمثل هذه الوضعية مطلقا واحنا رانا ما نجموش نتخليه على مؤسساتنا اذا كان فيما اصلاح نحن مع الاصلاح نحن في جامعية قضاء تنسي نظهر اللي ما يزاد علينا حتى حد احنا اللي تحدثنا على الفساد داخل القضاء تحدثنا على المجلس الاعلى القضاء وعلى الاخلالات اللي موجودة فيه ولكن نعتبر هذا المجلس مكسب وطني هذا من كبرى استحقاقات الدولة الديمقراطية لا يمكن التخلي عليه وانتي اليوم تشوف العالم يتحدث على تونس العالم يتحدث على تونس وصورة المجلس احنا قاعدين نتحدث على بعضنا عشر سنين والمهم هو انو نصلحوا مورنا مع بعضنا سيانس يفضلك وفهماش الجرعة نتع اوتو كريتيك وفهماش الجرعة نتع نقد ذاتي لذا الكل راو يا سيانس راو ما كسبتوش ثقة توانسة في العشر سنين الاخرانين راو المشكل سيكو ما كسبتوش ثقة توانسة يا سيانس راو المشكل سيكو صارت حاجة كبيرة يسر في تونس في 2011 وكان من المفروض انقطع مع قضاء الولاء ومع قضاء التعليمات ومع قضاء الترغيب ومع قضاء الترهيب ومع قضاء كان من المفروض نخزرولكم بالعين الكبيرة كان من المفروض نقولوا اهوما ريتوهم كيفاش اهوما اللي كان بنعلي ولا جزء منهم يتحكم فيهم بنعلي اليوم خرجوا من جلباب السلطة وقادرين ان وقت ليصير اختيال سياسي يكونوا ناجعين في غضون عام اثنين ويجيبونا بكل استقلالية ويقولوا هاؤو المسؤول هاؤو المسؤول هذا مسؤول هذا مسؤول وكان هذا ينجم يصور ديمقراطية جديدة ويصور للتوانسة واقع جديد التحدي هذا ماكسبتوهش سياس التحدي هذا يلزموا ماكسبتوهش يلزموا وقت والتحدي مكسبتوهش القضاء عنده خمسة سنوات معقولة المهنة المهنة كان امام تحديات كبيرة يسف سياسي القضاء نصف الناس أعداءه هذا إن عدل نصف الناس أعداءه هذا إن عدل ونحب نقول لنا طبيعة عمل القضاء أنه الناس بتبيعتها ما ترضاش عليه لأنه هو بيش يحكم لفائدة شخص ضد شخص آخر ولكن أنا حتى نشخصه الأمور أنا معاك أنه القضاء مكسب الجانب كبير من من ثيقة التونسيين ولكن يلزمنا نشخصه الأسباب علش الأسباب؟ علش القضاء؟ شنو الأصلحات اللي تعملت في القضاء؟ أحنا اللي نشربه تلهاب المكتسبات متاعه تلهاب أنه مساراته المهنية يعتبر نفسه في وقت من الوقات كان مظلوم وكانت التحركات القضاء مش راضي على مساراتها المهنية الزيادات صارت تحسين الوضعية صارت القضاء مش راضي على مساراتهم المهنية حتى الزيادات اللي تحكيوا عليها تعرفوا اللي يشق من القضاء مش راضي عليها معانا إداريا يأخذها عضو في مجسوعة القانون القضاء ما يتصلحش كان بالزيادات القضاء ما يتصلحش كان بالزيادات القضاء يتصلح بأنه الناس الكل تتكاتف عليه وأنه توجد إرادة سياسية في أعلى مستويات الدولة لإرساء قضاء مستقل مش قضاء خانة ولي تعمل طوى ما هوش بش يقدي للنتيجة اللي انت تقول عليها سيلياس مش بش يرجع ثيقة للقضاء وهني أنا برا قولوا للتوينسة وهنا قولوا للتوينسة ويقولك حل عليها حل عليها يا أخيه لكلهم نافذين وما عملوا لي حد شيء اللي فرحانين طويكة أنا أخشى أخشى ما أخشى أنهم غدوة بش يبكيوا بش يبكيوا على حريتهم وعلى حقوقهم ومش كان هما خاطرين نجم اللوم لشان المواطن البسيط حتى الناس اللي في الهيئات وفي المؤسسات وفي الجمعيات اللي قاعدة تصفق البن علي سمحني اللي قاعدة تصفق القيس سعيد شوف ساعات زلت اللسان عندها عندها دلالة عندها دلالة اللي خاطر اللي تصفق طوى القيس سعيد صفقت قبل البن علي والناس اللي تويكة يعاجبها أنه قيس سعيد عاود يحط يديه على القضاء من جديد بش يبكي وتلوج كان على التموقع وتلوج أعطيني أنا بلاسة في المجلس الجديد وأعطيني أنا نحمي روحي من الفساد لنقولك جزء من القضاء اللي قاعدة يصفق البن علي يحب يحمي مرة أخرى للأسف ديزولي اللي قاعدة يصفق الرئيس قيس سعيد عنده ملفات فساد يحب يحميها تحركتكم الآن اللي تدعيو عليها اللي تدعيو لها في الأيام المقبلة ونكونوا كمانا اتفضل أحنا اليوم صدرنا منذ قليل بيان بيان عبرنا فيه على تمسكنا بالمجلس أعلى قضاء ورفضنا للتمشي اللي ماشي فيه رئيس الجمهورية أحنا بتابعة حال بعد بيان متاع ستة فيفري كنا نعتقد أنه رئيس الجمهورية سيلتقط هذه الرسالة من القضاء وأنه يعمل ستوب وأنه يتراجع على المخطط هذية وأنه يفتح حوار شامل مع القضاء ومع كل العائلة القضائية هذا محصلش رئيس الجمهورية سيتقدم خطوة قدام مشاه أغلق المجلس الأعلى للقضاء أحرم رئيسه وأعضاءه وموظفيه من الدخول ليهم بشرة أعمالهم رئيس الجمهورية يلتقي يوم أمس مع رئيس الحكومة ويقول سير أو تم حل المجلس الأعلى للقضاء في حين أنه ولا بالدستور ولا بالقانون يخول لرئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء وهو تعليق العمل بكافة المحاكم رجل قانون وأستاذ قانون دستور يعرف هذا جيدا لذلك عليش نخذينا جملة من التحركات النظالية نبدأها أنه يوم غدوة وبعد غدوة الأربعة والخميس تسعة وعشرة فيفري تعليق العمل بكامل المحاكم بالجمهورية من أقضي عدلي وإداري ومالي يوم الخميس سنقوم بوقفة احتجاجية أمام مجلس الأعلى القضاء ودعينا كل القضاء المشاركة المكثفة فيها ودعينا كذلك المنظمات والشخصيات وكل القوة الحية المؤمنة باستقلال القضاء إنها تشارك في هذا الوقفة الاحتجاجية وإجدعونا القضاء إلى اجتماع عام يوم السبت سيتم الإعلان على موعد سيتم الإعلان على مكانه لاحقا لنقرر في الختوات النظالية القادمة تصعيدية لن ممكن تكون تصعيدية هذا يرتبط بموقف رئيس الجمهورية وإنا ندعوه رئيس الجمهورية رئيس كل التونسيين الرئيس المنتخب من غالبية كبيرة من التونسيين أنه يبقي على سلطة التونسيين السلطة القضائية اللي راه هي سلطة التونسيين ما هيش سلطة قيس سعيد أو غيره هذه السلطة لابد أن تظل قائمة أدعوه أنه يفتح مجلس نواب الشعب لأنه يدعو عفوا يدعو مجلس الأعلى للقضاء يدعو مقر المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيسه وأعضاؤه وموظفيه بشباش العمل لمتاحهم أنه يتراجع على كل التدابير اللي يخذيها وأنه يتعامل باحترام مع السلطة القضائية ومع القضاء وإلا سنضطر إلى الدفاع على هذه السلطة وعلى مؤسساتها بكل ما أتينا من قوة وأدعو زادك الكيف كل الناس المؤمنة باستقلال القضاء وبأنه ما فمش نظام ديمقراطي بدون قضاء مستقل فاعل وناجز وأنه نتساند الكل في أنه نبني وهالقضاء المستقل هذية أنهم يدعموا القضاء في نظالاتهم المشروع شكرا لك رئيس جماعية القضاء التونسيين بداية تحركات تدعيلها إذن الجماعية في المحاكم التونسية كان هذا منتظر شكرا لك